بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أن نسألك أهل منافعاً وعملاً متقبلاً ورزقاً طيب درس اليوم هو درس الثاني من سلسلة بلندر للمعماريين هنشوف زي ننشئ دايمينشنز أو أبعاد لأي عنصر لأي موديل وبالذات لو حوالط أو عندنا بلان بهذا الشكل هنشوف زي ننشئ الحوالط وزي نضيف الدايمينشنز عن طريق أدن في بلندر الأدنة اسمها بلندر بيم الأدن ديت خاصة بأي شيء طبعاً الأدن مجانية تماماً دي خصاص الأدن ممكن تعمل درونججنريشن دا نشوفه مواردة فالأدن إن شاء الله يكون هنا أو في طبعاً اللي هو الكوست قدرة مشاريع تحميل الأدن عن طريق داونلود وأنحاقف موجود الأدن نتوفرها لجميع الأنظمة سواء كان ماك أو لينكس أو ويندوز لو الويندوز هنضغط داونلود فور ويندوز والإنستال بسيط جداً هنذهب إلى بريفرنس إنستال ونختار الأدن لغة أدن وننستال أدن طبعاً ما نمسها طبعاً ونقوم بإنقتار الأدن دا نبدأ نفعل الأدن لنبدأ نقوم بأكدوا نقوم بأكدوا نقوم برنامج نقوم بإثناء الليلين طبعاً دا كده الأوتلينر هنا فنحنا نمكن نخفي من هنا ونظهره فوق الكلام معتاد لازم يكون في عندنا بروجيكت عشان نبدأ نستخدم البيو عيام ما عندناش بروجيكت لازم ننشئ بروجيكت دي اول خطوة مترك ابعد بالمتر ممكن تكون بالسنطي خلالي نقول بالمتر وهنا دي مو بروجيكت اي اف هكذا دي اول خطوة تاني خطوة هننشئ الحوائط او طبعا هننشئ ممكن ننشئ اي عنصر من اللي هنا خلننشئ حوائط نقول مثلا الارتفاع اتنين بوينت تمانية اللينس هو لكون ستة متر فاذا تجاه نضغط add نحرك هنا الكورسر ونقول اللينس هو لكون عندنا اه اقول لكم عشرة متر نضغط add ممكن نعمل روتايت حول زد روتايت حول زد نينتي دي جريز روتايت حول زد نينتي دي جريز طبعا هيكون فين عندنا جاب فنختار الاتنين ونجي هنا في البلندر بيم او فوق اي ان كان نختار m i t r عشان ندمجهم بهذا الشكل دا كده انشاء الحوائط نفس المغضوم ممكن ننشئ حوائط هنا وليكن المرة دا يكون وليكن تلاتة متر ونضغط add كلام سليم طيب بعد كده احنا عندنا تات حوائط هكذا ولكن احنا نتخيل عندنا بلان فبنضيف حاجة اسمها drawing عشان نبدأ نضيف dimensions انا بستخدم اخر نسخة فنفترض كان drawing موجود هنا ولكن اتنقلت لي هنا فنضيف drawing ولكن قبل ما نضيف drawing لازم نحفظ الملف هنحفظ دا وليكن plan هنضيف drawing story وهنضيف هنا drawing هكذا هيظهر هنا master plan الاول نختار الكاميرا دا كده الكاميرا عندنا طبعا بعدة شوية فهنجي في orthographic ونقلل اللي انسى كذا ونختار g في y طيب دا كلام سليم بنسبة لي في المشهد عندنا هنفعل activate drawing وهنجي هنا dimensions annotations هنختار dimension نضيف ونختار add هتضف dimension بذا الشكل فاحنا ممكن بالإيدي tool نحركه هكذا ولكن دا dimension داخلي فنحرك النقطة ضيت حتى اخر الخط g في الواي ونحرك هذه النقطة حتى هذه النقطة g في الواي فاصبع عندنا دا عشر متر بالزبط هنضيف dimensions داني dimension add نضيف نضيف كذا select all or 90 degrees ونحركه في اتجاه الواي النقطة هذه هتكون في هذا الاتجاه وهذه النقطة في هذا الاتجاه طيب ليه 3.1 مش 3 لان الحائط هنا 10 سنتي و3 يبقى 13 سنتي نرجع ثاني dimension ونضيف المرة دي هنحرك كذا our 90 degrees النقطة هتكون ها هنا وهذه النقطة هتكون ها هنا g في الواي لو احنا عايزين الحائط من الداخل فممكن نعمل duplicate في اتجاه الواي ونحرك هذه النقطة اتجاه الواي اصبح عندنا الابعاد بهذا الشكل خلينا نضغط زيار عشان نذهب الى الاتجاه احنا كده احنا نضغفنا الابعاد من هنا بنعمل save او create svg file ده هو الملف اللي عندنا ده كده ملف svg file وطبعا ممكن نضغفنا ملف 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 svg فده كده الملف ملف عندنا ممكن طبعا نعمل export asbng وطبعا نحن ممكن نعدل الوان زي ما احنا عايزين ده ملف اس ده ملف انكس كيب عادي ممكن نعدل الوان اظن ممكن نعدل هزا اللون ودي طبعا الوان الستروك ده استروك فممكن نعمل shift ده كده باختصار ازاي نغير او نعمل dimensions align في Blender Beam عن طريق Blender Beam وعن طريق الانكس كيب كده احنا عندنا ملف اللي هو الاس سي بي جيفال او عليه dimensions